السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سأقدم لكم العين الثانية من ترجمة احترافية بشرية لبحث عنوان ثورة الإمام الحسين عليه السلام في المؤلفات الإنجليزية قراءة وصفية في مكونات الخطاب الاستشراقي The Imam Hussain's Revolutions ثورة الإمام الحسين عليه السلام In English Oriental Writing في كتابات الاستشراقية المريطانية A destructive analysis of components of Orientalist discourse في الخطاب الاستشراقي Abstrakt الملخص This research aims to trace إمام حسين revolution هذه الدراسة يعني معدة لتبع ثورة الإمام الحسين عليه السلام في الدراسات البريطانية بنحو 70 English Orientalist books في أكثر من 70 نحو سبعين كتاب استشراقي طبعاً وراء ما نكمل هذه الترجمة راح نرجع ندققها ونفحصها وفقاً لموقع Grammarly العالمي حتى نفحص الترابط نفحص درجة الوضوح بالنسبة للمعنى نفحص درجة اللي هو الدقة في الوصول إلى المعنى المتناغم بين اللغتين العربية والإنجليزية لذلك هذا موقع Grammarly هو موقع للفحص نعتمد عليه في يعني الفحص النهائي للترجمة مالتنا ماشي؟ لأنه مصمم حتى يعني ينطي صورة مثالية للترجمة لكن كيف نصل إلى الصورة المثالية إلا عن طريق الترجمة البشرية لا غنى عن الترجمة البشرية باستخدام الترجمة البشرية فقط لأن ترجمة الأليكتروني يحبكا مثل ما وضحنا بالفيديو السابق بينه بأخطاء كثيرة ما تطين المعنى الدقيق الترجمة حرفيا تبتعد عن المصطلحات تبتعد عن المصطلحات الشائعة وهكذا كثير ما تشوفون عملية الترجمة إن شاء الله رح تتم تدقيقها مع مراعاة الجانب النحوي والقواعدية والأزمنة والصفات وعلامات التنقيط إضافة إلى البوادق واللواحق مع مراعاة النقطة مهمة جدا قضية الاستلال يعني الكلمات إن نستخدم المرادفات بشكل مستفيد حتى نبتعد عن قضية إنه يطلع عدنا الاستلال بالبحث أكثر من العشرين بالمئة ذاك من خير إنه خلال تغيير المصطلحات والتنويع بمسألة المرادفات قدر المستطاع شوفوا طلع عدنا جريت جوب هذا الفحص النهائي لإمام حسين رفولوشن اس الكوركشن كما تشوفون ها النسبة عدنا الكوركشن صح التلارة الوضوح الترابط أضافة إن النحويات نسبة مئة بالمئة نسبة الإنجاز اللي حب أي مساعدة بشرية ترجمة بشرية تواصلوا إلينا إن شاء الله ما نقصروا إلينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته